اهلا بكم الى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حوار والتي اصطدف فيها المؤرخة والباحثة السياسية الدكتورة لينا المر نعمة اهلا بك مع صدور كتابك الجديد عندما كان الانجليز يسلمون المشرق للدولة الاسلامية هذا هو العنوان ماذا تقصدين او عن اي دولة اسلامية تتحدثين ايجا كتير دولات اسلامية بالعالم عم نحكي نحن بهالكتاب عن الدولة العثمانية بالسنة الالف وثمانمية واربعين وما بعد وبعدين بالحرب العالمية الاولى الدولة العربية الخلافة الجديدة يلي جربوا العرب الانجليز يخلقوها بالحجاز بمكة وهالدولة هاي دي جربوا كتير ناس من وقتها لليوم يكملوها او ياخدوا مطرحة او الارجح يكملوها ووصلتنا لداعش اليوم لكن ما هي الوسائل يعني التي استخدمها الانجليز او البريطانيون يعني هذه الوسائل التي استخدموها من اجل اقامة يعني خلافة عربية تحل مكان الخلافة العثمانية استعملوا ذات الوسائلة يلي بيستعملوهم اليوم ويلي كانوا يستعملوهم من ايام زمان يلي هني جربوا يستعملوا المال لا يفسدوا الناس والسلح يجيبوا سلح وكمان بقدموا مساعدة عسكرية مش يتغير لو انتقلنا فعلا الى الواقع اليوم يعني اذا هذا كان هو التاريخ يعني انت تعودين الى الحقبة التاريخية الى سرد هذه الوقاعة التاريخية لكن بصفتك ايضا مؤرخة وباحثة سياسية الى اي مدى يعني ينطبق ذاك التاريخ القديم ايام العثمانيين ثم الانجليز الى ان وصلنا اليوم الى داعش الى الدولة الاسلامية وهل يتولى الامريكيون اليوم دور الانجليز في تلك المرحلة سؤالك يمكن كبير جدا بس حتى ننتقل الى وقائع اليوم الى يوم ميناء الحديد هذا الشي صحيح انه سياسة الانجليزية بتكملها سياسة الامريكية اذا بدك سياسة الانجلوساكسونية يا زيتا واللي كانت بالزمانات كمان سياسة اهل فلورنسا كانوا هيك يعملوا ويا ما في ملوك ورقصة بيعملوا هالشي بروحوا بيشتروا ناس بغير دول مش انتا يعملوا لهم مصر لحن هنا هيدا بتلاقيها رح فتش بماكيافالي بتلاقيها هيدا من وقت الانسان انسان هيك الاشياء بتصير فينا نلاقي وجوه شبه كتيرة مثلا اياما كان فيه اتفاقية سايكس بيكو اليوم بقدر يصير فيه اتفاقية سايكس بيكو جديدة لانه هلأ طلع دونالد ترامب رئيس جمهورية بامريكا دونالد ترامب قريب لبوتين بحب بوتين فرح يوقف السياسة يلي كان عم سياسة اوباما يلي كانت ضد روسية وحصار حصار اقتصادي لروسية بدوا يغيرها بدوا يحطوا الايد بالايد هلا قديش بدوا يحطوا الايد بالايد ولوين هون السؤال لانه في حوالة ترامب ناس مش من رأيه طب يعني السياسة الامريكية يعني مع قيم داعش حتى ان اتهامات ترامب نفسه يعني يتهم الامريكيين ويتهم الغرب بانهم هم اوجدوا داعش يعني كيف تتغير اليوم السياسة الامريكية يعني اوجدوا داعش مثل ما الانجليز اوجدوا الداعش تبع وقته يعني تنتبه بذلك التاريخ يعني داعش ذلك الوقت يعني هذا التدام يتكلم عن داعش ذلك الوقت يعني كان تقسيم المشرك فلسطين سوريا لبنان وقيام الخريطة الجديدة من خلال الفتن يعني التي جرت في تلك المرحلة انتبه انه بوقت داعش اليوم نسميه داعش اذا بدك بس انه بوقتها ما عم نحكي بس عن تقطيع اليدان عم نحكي كمان عن تقطيع الروس وقته يجوا يقتلوا لك خمس تلاف شخص خمس تلاف ساجين استسلموا يقتلوا لك يهون بسلاح الابيض او حتى راش طيق انو شو عملوا مختلف عن يلي عم تعملوا داعش اليوم ما فيش شي مختلف انو هيدا الجيش يلي كانوا عم بيقضوه الانجليز وكان لورنس او في عربيا لورنس العرب عم بيقودو هو لورنس بيخبر هالشي هو بيخبر انو دبحوا هالقد هالقد وقال عودة الخطيار تحب من التدبيح صفه ربط البقيين اخدهم اسرة وكنا مقتلين خمس تلاف برأيك هل هناك متغيرات اليوم مع ترامب يعني خصوصا انو ترامب يقول ليس هدفه الحروب ليس له هدف الحروب وانه ليس الهدف الاطاحة ببشار الاسد بل محاربة الداعش كما يقول هلا المشكلة انو عم بقولولك بانو نحرب داعش هلا انت ذكرت انو في ناس صنعوا داعش مزبوط لعم بقوله حتى الترجمية بين المزدوجين شو اللي قالوا ترامب حتى نفسه حتى كثير من المراقبين يقولون ذلك يعني ان داعش هي صنيعة الغرب على حد تعبيره هذا صحيح صحيح انو داعش صنيعة الغرب بس صنيعة كمان صنيعة الشرق مانو المال السعودة والمال القطري هو دموله الغرب دعمه من الناحية الديبلوماسية يعني انو عطاها حق ضد اعداءة وبين طن بشار هلا المشكلة انو عم بحربوا داعش بس عم بسندوا النصرة النصرة غيرت اسمها صار اسمها فتح الشام ايه كانت اسمها نصرة اهل الشام او نصرة نصرة الشام معناتها مساعدة لبنان سوريا فلسطين ضد اهليهم منشان تنجيب الاصولية محلهم صار اسمها هلا فتح الشام هذا برنامج مثل ما انو داعش الدولة الاسلامية في العراق والشام يعني لبنان سوريا فلسطين عم تعطي برنامجه انو بده تجتيح هالاراضي باختصار لان الوقت يعني يدهم بشدة بس نوصل للفكرة باختصار حتى انطلق الى سؤال تاني انو فتح الشام هو المعنى الاجتياح يعني الحصول على الاراضي السيطرة على الاراضي ايه بس انو هيدا معناته انو اذا تخوا داعش وساعدوا النصرة بده تطلع النصرة مثل داعش اقوى من داعش لانو النصرة هي القاعدة العراق النصرة هي القاعدة سورية وداعش هي القاعدة العراق وداعش اذا بتتذكر من كم سنة اعلنت حالة الدولة الاسلامية في العراق وبعدين زادت كلمة الشام الدولة الاسلامية في العراق والشام وصارت داعش انت تحدثين ايضا في كتابك عن موضوع ايه بس حالين بسرعة بسرعة شوية اذا النصرة هلأ غيرت اسمها واعلنت مثل ما عملت داعش قبل انو انا بدي انسحب عن 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 القاعدة ما بقى العلاقة بالقاعدة فبهالحالة اذا اووة بده يصير في عندهم دولة اسلامية اسمها النصرة او اسمها شو ما بدك فتح الشام اقوى من اللي كانت قبل دعينا اعود الى كتابك السابق يعني تحدثت عن هذا الموضوع كتابك السابق فتاوى وكاريكاتور يعني تتحدثين عن هذا الخطر الخطر الداهم للتكفيريين يعني وتقولين ان الغرب لا يعي او لا يدرك حقيقة هذه المخاطر اليوم بعد الاعتداد التي جرت في اوروبا وكل هذا الواقع هل بدأ الغرب يدرك هذه المخاطر حتى نبدأ باجاد الحلول لهذه المعضلة ما بعرف قديش الغرب عن شو عم بيصير لانه ما غير سياسته تجاه سعودية ولا غير سياسته تجاه قطر هلأ قطر تغيرت في مصالح بين هذه الدولة وجد مصالح طبيعي طب فازا في مشكلة اذا بدك تحكي عن مصالح ما بدك تحكي عن انسان اذا بدك تحكي عن انسانيات وعن حق اذا بدك تحكي عن مصالح شي تاني اسألني اذا بدك تحكي عن مصالح انا بقولك اوكي مصالح مصالح بس نحن عم نحكي عن حق حق هيدا منه هيك وبعدين التاريخ برجع الحق دايما يعني من صنع حفرة لأخيه وقع فيها هيدا دايما هيك بتشوفها بالتاريخ يعني هيدا دروس التاريخ يعني اليوم على نفس العبر عم نشوفه اليوم؟ عم نعود إلى نفس الأمثلات إلى نفس العبر عم نشوفه اليوم ما بعرف أنا إذا السعودية هال اللي عم بيصير اللي عم تعملوا داعش بالسعودية تفخيخ جوامع سيارات يعني تأتي لناس هونيكة ما بعرف إذا عم بيصيروا قصد لأنه أكتر يطعم بموتوا شيعة ما بعرف إذا قصد هيدا ما بدنا ننسى أنه هن مولوا داعش لكن تمظهر الصراع اليوم بهذا الصراع السني الشيعي في المنطقة ليس هو وجه الصراع هذا علما أنه الصراع قد يكون سياسيا لكنه يأخذ هذا الوجه السني الشيعي اليوم هذا هو المستجد في هذا الصراع ما بدك تنسى أنه بأفكار سعودية فيه إبادة الشيعة فيه فكرة إبادة الشيعة وكل العناصر الغريبة يعني الشيعة العلوبيين أو النصيريين اليزيديين من بدل دينه؟ يعني إذا المسيحي بيصير يهود أو يهودة بيصير المسيحة أو الأرثوديكسة بيصير كاتوليكة كمان هذا لازم يأخذوه حتى ندخل باختصار شديد قبل أن نختم تأثير هذا الواقع على الأقليات وقد حدثت عن هذا الموضوع أيضا في الكتاب تأثير هذا الواقع على الأقليات صراحة مش منيح لأنه إجمالا بتشوف الغرب دايما عم بحارب الأقليات بالشرق الغرب يقول أنه مع الأقليات ولا حماية هذه الأقليات هيدا حكي بيجيبوا لك واحد من الأقليات وبقولوا لك أنت بتمثل الأقليات ما تواحد يمثل بدي يكون الناس يلي يلي عم بيقول أنه بمثلون وما هي مصلحة الغرب في إدعاف الأقليات أو محو الأقليات مصلحة الغرب ما هلأ أنت عم تحكي عن مصالح إذا عندهم مصالح مع السعودية والسعودية لأنون طبع الشريعة بتقضي بمحو الأقليات الشريعة طبعها هي يلي هي الشريعة الوهابية لكن تركزين على السعودية دون أن تنظر في المقابل إلى دور إيران يعني دور إيران هو أيضا دور مزعزع في المنطقة مزعزع لاستقرار هذه الدول الخليجية أنا ما بدي هلأ يعني وإيران والسلاح الذي تزوج به سواء في الياما سواء في البحراء سواء في دول الخليج يعني كل هذا المنطقة لا بدي أذكرك أنه بالبحرين كانوا مظاهرات بدون سلاح ومظاهرات سلمية المظاهرات السلمية الوحيدة وأنه هناك صار مجازر وما فيك تقول السلاح ما بدي دفع عن إيران بس بدي ألاحظ أنه فيه كنيس بإيران وفيه فيه مجمعات لليهود كمانا ما فيه بسعودية واضح تماما يعني الفكرة أيضا من الكتاب ما بدي دفع عن واحد أكثر من الثاني لا واضحة الفكرة لأن المصالح تبقى هي نفسها يعني والمصالح هي في البترول في طرق المواصلات وتحدثت أيضا عن هذه المصالح في الكتاب انتهى الوقت شكرا لك دكتور لينا المرد نعمي والشكر أيضا للمشاهدين على حسن المتابعة وإلى اللقاء